قطعة واحدة من الفحم قولي وداعا لتشككات وخشونة القدمين هتخلي كعب رجلك ناعم زي الحرير ووردي كمان هيشلك اي تشككات ويفتح رجلكي ويفتح رجلكي ويفتح رجلكي ناعمة وبيضة زي الاشطا حتى لو كان عندك التشككات من سنين وحتى لو كان عندك خشونة من سنين هيخلي كعب رجلك ده ينور مهما كان السواد من سنين وصفة رهيبة بقطعة فحم هنعمل حاجة تحفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا باخواتي وحبيبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا النهاردة حبيبي واخواتي الغاليين جايبها لكم النهاردة وصفة حلوة جدا وصفة هتخلي كعب رجلك ده مهما كانت تشككات مهما كانت الاسمرار مهما كانت الخشونة مهما كانت شدة التشككات في كعب رجليكي هيشلي كل ده من غير اي مجهود ومن غير اي تعب حبيب قلبي قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة اشوفي قناتي ما تنسيش اضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعالي جارشاني نسلي كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امرا انا عايزة منك حبيبة قلبي قطعة واحدة بس من الفحم عايزة اقول لك قطعة الفحم دي لو انتي بتعاني او زوجك من تشككات شديدة جدا جدا ومش عارفين تشلوها عايزة اقول لكم ان قطعة الفحم دي هتشلهالك من غير لا تحكي رجلك ولا تدعاكي رجلك ولا اي حاجة هي هتشلهالك من دون اي تعب كمان هتفور سواد القدمين من اول استخدام هتخلي القدمين نعمة وبيضة زي الاشراك انا عايزة قطعة من الفحم بالحجم ده يعني ما تكونش اكبر من كده وهنبدأ ان احنا نستخدمها هنبدأ ان نجيب قطعة الفحم بتاعتي وفي اي كيس كده هنبدأ ندخلها كده بوه الكيس على اساس ان احنا نقدر ان احنا نقصرها او ندقها جوة كيس عشان بس ما تبهدلناش الدنيا لما نيجي نستخدمها ما تبقى بتعملش يعني لو هتدقيها على حاجة تعارفين الفحم برضو اي ممكن يبهدلنا الدنيا فالحركة دي برضو جوة قوي بقي يقيت هون كده هنبدأ ان احنا ندقها بالشكل ده لحد ما نقعمها خالص هتبقى بالشكل ده هنبدأ برضو ندق شوية كمان عشان تتنعم معي خالص بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب آآ المصفى وهنبدأ نحط فيها الفح او ننقل فيها الفح بالشكل ده كده على اساس ان احنا ننخله وناخد البودرة بتاعته عشان لو في اي حاجة خشنة تبدأ ان هي تطلع معانا هيبقى بمعدل معلقة كبيرة خالص هرمية كده من الفحم المطحون ويكون نعم خالص زي ما انت شايفها كده علشان بيديكي قوام نعم بالشكل ده هنبدأ بقى بالرحة كده هناخد معلقتين من الخل الابيض ودي بقى الخل لما بيضاف على الفحم بيدي نتائج فضيعة في نسف اي خشونة او اي تشققات في القدمين كمان بينعم القدمين جدا جدا وبيفتح وبيفور سواد سنين عايز اقول لكم الوصفة دي مش بس هتستخدميها وتشققات القدمين انت تقدر تستخدميها في اي منطقة فيها سواد عميت او عايزة تشيل منها السواد لقدر تستخدميها لانها من الحاجات اللي بتفتح جدا كمان معلقة هرمية كبيرة من النشا او الكورن فلاور وهنبدأ ندوب النشا كويس قوي هي والخل وكمان معاهم آآ الفحم قطعة الفحم بتاعتي الحل ده مش هيخلي اي تشققات حتى تجيلك تاني وهقولك على سر حلوة قوي قوي اخر الفيديو لو انت مش عايزة تعاني من تشققات تماما لما تشيلي التشققات ما يترجعليكش تاني بعد ما قلبناهم كويس قوي وتأكدنا ان هم دابوا مع بعض بالشكل ده هنبدأ بقى حبايب قلبي ناخد عليهم فقط معلقة صغيرة خالص من البيكنج بودر او خميرة الحلويات ممكن تستخدمي كوربونات السوديو الكوربونات او خميرة الحلويات من الحاجات المبيضة بشكل فضيع انا بتحدى كل اللي بيتفرج عليها دلوقتي جربوا الوصفة دي وحطوها على كعب الرجل والرجل وشوفوا البياض هيبقى عامل ازاي هنبدأ نقلب ونتأكد كده ان المكونات بتاعتي اندمجت مع بعضها ودتني القوام ده طبعا احنا مش هنحط مية خالص لان انا عايزة الوصفة تكون قوية بدرجة كبيرة يعني على قد ما نقدر ان احنا نخليها قوية قوي في مكون هنبدأ ان احنا نحطه وده متوفر عندنا كلنا من الحاجات اللي بتشيل الجلد الميت وبتخلع الجلد الميت من القدمين وطبعا هو القهوة القهوة من الحاجات اللي هتخلي رجليكي ما فيهاش جلد ميت يعني عرفة طبقة الجلد الصمرة اللي بتكون كسيا الرجلين وكسيا كعب الرجل لما هنحط القهوة مع المكونات دي هتبدأ ان هي تعمل مفعول معاكي زي السحر وهتشلك اي جلد ميت في رجليكي هتحس كده ان رجليكي بتتجدد وباقت قدم نعمة ما فيهاش خشونة ولا فيها سواد وطبقة الجلد الصمرة وطبقة الخشونة هتتشال معاكي من اول ما هتستخدم يا شايفين جمال الكريم شايفين حاجة في منتهى الروعة هنقعد بقى نقلت كده حوالي يعني عدة ثواني لان انا محتاجة الكريم بتاعي يزبط لان الكريم ده انت بتقداري تعملي منه مشروع يكسبك كتير اوي لان ممكن تعملي الكريم ده واتبعي للبنات اللي عايزة رجليها دايما ما تكونش فيها تشققات او فيها خشونة وتفتح القدمين كريم الفحم من الحاجات الفضيعة كمان تنفع للرقب وتنفع للأكواع وتنفع لتبييد اي منطقة عايزة تفتحيها المواطق كمان اللي بتكون فيها سواد عنيد هنبدأ نجيب زيت زتون وممكن يا ست الكل لو ما عندكيز زيت زيت زتون بتستخدمي اي زيت مرتب ان شاء الله حتى زيت الضرة اللي هو بتاعي الاكل يعني لو انت كمان ما عندكيز زيت زتون ووصل القدمين فتقدار ان انت تحطي اي زيت مرتب وتوفر عندك طبعا احنا بنحط زيت مرتب ليه لان احنا عايزين نشيل الخشونة وفي نفس الوقت نبدأ نطر الرجلين علشان الجلد الميت ده يطرى معانا ويبدأ ان هو يتخلع معاكي بسهولة بالطريقة الصح شايفين الجمال هنبدأ بقى وخلي بالكم بعد ما هقولك هتستخدموا الوصفة دي ازاي تابعوا معايا لان انا هقولك على طريقة هتخلي كعب رجلك وكل هيشوف رجلك هيتفاجئ من بيضها ونعمتها وكعبك اللي هيبقى وردي هتبدأي تيجي على الكعب كعب القدمين على الكعبين وهتبدأي بقى منطقة الكعبين دي تعودي تدلكي كده كعب رجلك بحرقات دائرية بالشكل ده وتعودي بقى تحكي كده في كعب رجلك كويس قوي لحد ما تحاولي ان انت تدخلي كل الوصفة في كعب الرجلين بالشكل ده بعد كده لما هنقض نحك كده فيها وندهنها كويس هنبدأ نيجي بقى على كعب الرجلين كله ونبدأ ان احنا نفرد بالشكل ده كده الرجلين كلها القدمين كل القدمين هنبدأ ندهنها بعد ما هنقض نحك حوالي ثواني كده بسيطة على الكعب نفسه علشان ندخل يعني بقدينا انا ما بقولكيش بحاجة بقديكي تدخلي الوصفة جوه كعب الرجلين بالشكل ده بعد كده تبدأ ان انتي تدهنيها على رجليك كلها وبعد كده هتبدأ ان انتي تلبسي كيس لازم خطوة الكيس دي مهمة اوي هتلبسي كيس بالشكل ده كده وهتبدأ ان انتي تسيبي الكيس على كعب رجليكي وعلى رجليكي ما يقلش عن تلاتين دقيقة كاملة اول ما هتسيبي بقى تلاتين دقيقة وتبدأ تخلع الكيس بتاعك وتبدأ تخسلي رجليكي هتلاقي كل الجلد الميت وكل الاسمرار وكل التشككات وكل السواد بيتفتفت معاكي وانتي بتخسليها كده بالمية بس بس هقولك على خطوة حلوة قوي يعني لو انتي هتعملي الخطوة دي يفضل ان انتي تنقعي رجليكي عشر دقائق ربع سعف مية سخنة الخطوة دي تختار اختيارية بس هي حلوة او مفيدة عشان برضو لو انتي بتعاني من تشققات عميدة يبدأ يشلهالك بسهولة طيب دلوقتي بقى هقولكم على خطوة حلوة قوي قوي دي هتحطوها كده عندكم في علبة وتتهنوا بها رجليكو وتستخدموها بشكل يومي يوم بعد يوم ده هيحافظ على رطوبة رجليكي دايما تبقى راطبة دايما تخلي رجليكي اه وردية وحلوة قوي قوي وتخلي رجليكي ما يجلاش اي تشققات الخطوة دي انا هستخدمها او هعملها في علبة ليه هعملها في علبة؟ علشان لو انتي عايزة تستخدميها على طول بدل ما تنقلي يعني تعمليها في طبق وتنقليها في علبة لا انت اعمليها في علبة واستخدميها واحتفظ بيها هنبدأ ناخد معلقة من النشا ولو عندك بودرة جونسل للاطفال هي بقى حلوة قوي بودرة التلج لو عندك تبقى حلوة قوي بدل آآ النشا هناخد معلقتين كبار خالص بالشكل ده كده كبار وغرميين من زيت الزيتون وهنقلب وندود زيت الزيتون بالشكل ده بصوا عشان يبدأ ان هو يدوب معاكي مع النشا او ممكن زي ما قلتلكم بودرة التلج وهنقلبهم كويس قوي هيدي كمية تعطيب ونرومة مش قادرة اقولك قد ايه فضيعة هناخد عليها حاجة بسيطة جدا جدا من الخل الابيض مش هناخد كتير ليه بقى هنحط خل الابيض الخل الابيض هيديكي التفتيح الدائم الفوري اللي دايما مستمر معاكي في آآ قدميكي يعني القدمين هتفضل دايما فيها تفتيح شايفيني الكريم الكريم ده لا يقدر بسمن ده هيخلي رجليكي وممكن تستخدمي لأدكي فضيع هنبدأ ان احنا ندوب كويس جدا جدا النشا مع زيت الزيتون ومع مع لقص وغيرة خالص من الخل الابيض بعد كده حبيب قلبي هنبدأ ان احنا ناخد معايا هنا بودرة العكر الفاسي او بودرة دم الغزال ديت ماشي هتبقى اختيارية او ممكن لون طعام احمر ديت اختيارية ديت انا بحب احطها في الكريم آآ الترتيب والنعومة عشان دايما لما تيجي تدينيه على رجليكي يبدأ ان هو يديكي في كعب رجليكي لون الوردي الراهيب بصوا بصوا الجمال شايفين الحلوة ولا كلفنا ولا مليم تبدأ ان انتي تيجي بقى كده بالليل وتروح يعني نشفة رجليكي لو غسلتيها ولا حاجة تروحي ده احنا بقى كعب رجليك بيها شوفي بقى بياض مستحيل انا بتحداكي مستحيل يجيلك تشاققات تاني رجليكي دايما هتبقى وردية ونعمة ورطبة جربوا الوصفتين دولا يا بنات حاجة في منتهى الروعة والجميل يارب اكون قدرت اقفتكم جربوها يا بنات وما تكسلوش اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته